اشتركوا في القناة طبعا احنا امامنا مجموعة من المتابعات المميزات حقيقة الحمد لله يعني اليوم كلا مضعفانين فبقولك بس بنا نضعف بزيادة يعني فنشوف ايش المشكلة اللي كانت اسبعين الفاتن يلا قولي المشكلة عندي انا بزيد بسيدي او ملتزمة يعني ان اسبعين ملتزمة بس زائدة او مال علم بس عشان اديكم شوية معلومات عن انت كم كيل وصلت اضعفاني لها الاجمالي او ملتزمة 15 كيلو اكثر من 15 18% الاجمال نسبة الدهون و 18% نازلة يعني ممتاز او افكري او زائدة 400 جرام انت قوشي كتير طيب اه بس بدي انزل اخر انتو عارفين يا جماعة اول اشي كل ما تقدمنا في الانزول كل مكان اصعب الانزول كيف الان احنا لما بنيجي منضعف اخر منطقة تكونت عنا هي اول منطقة بتضعف يعني مثلا انا اخر جزء في جسمي نصح بطني مثلا او الارداف او السدر هي اول منطقة بتنزل لانه بتكون الدهون مرنة تمام الان الجسم يحرق الدهون الحديثة فبتبدأ بالتدريج عشان يقداما احنا بنقول اول اشهر او اسابيع نشد حنا كويس عشان الجسم يشطل بالحرق اكتر تمام وكلما تقدمنا الى الامام يعني كل ما نزلنا اكتر كل ما كان الانزول اصعب بس ببين بالشكل اكتر تمام يعني بمعنى ممكن انا يضل عندي 10 كيلو هدول يغلبون شوية بس ببين شكلي احسن وصير في عادة توزيع الدهون لكن في بعض الاحيان ممكن احنا بالفعل نكون ملتزمين بس ما ننزلش او منزلناش الان فب لو انا ملتزم ومنزلتش او زدت لاي سبب ان كان يعني هل في عنا وصفة او ريجيم او نظام نعمل في اسبوع نكسر الحاجز هذا او نكسر الروتين اه كالتالي وراجزوا معي كويس عشان انشاء راح تاخدوه في الاوراق هديكو وصفة لسبوع الوصفة في اسبوع اذا بتلتزموا فيها والمشاهدين الاعزاء برضو اذا بتلتزموا فيها راح تنتلو كويس وهديكو وصفة متكاملة الاركان كيف يعني متكاملة الاركان احنا دائما في اي نظام غزائي اذا ما كان بلبي احتياج جسمي فهو فاشل تمام حتى لو ضعفت جد ما ضعفت لانه في الاخر الجسم راح يرجع زي مكان لانه احنا بانينا دائما لنزول الصح هنجيب وبما ان احنا في الشتاء بدنا اشي دفينا فهنجيب ايش هنعمل شوربة لان الشوربة هدي هنجيب خضار حط الخضار اللي بدك اياه ممكن جيب خضار مجمدة وتحطيها جيب كسايا مش عارف ايه جزر بازيل الخضرة طبعا على فكرة البازيل الخضرة تعتبر خضار طالما هي بازيل الخضرة فهي خضار بس اذا اتجففت بصير بقليات اللوز الاخضر خضار بس اذا اتنشفت بصير ايش بصير مكسرات تمام طيب فالان هنجيب الايش الخضار بصل تومة باكدونس حط البدك اياه ابهارات حط البدك اياه ملح عادي طبعا بس كمية قليلة زائد هنضيف عليها برغل او فريكا زائد سيدر جاج او حباش طبعا ضروري ضروري يا اما سيدر جاج يا اما سيدر حباش بيها شربة حط البدهوم لا شربة عادية هادي كويس مش شربة ملفوف لا بنتك تضيف الملفوف ضيفة ما في مشكلة عندي تمام اذا انا اعمل شربة خضار سيدر جاج او حباش برغل او فريكا مع ايش مع بصل يعني شربة عادية هادي ممكن استبدلها بعدس يعني اذا انا مليت في الاسبوع ممكن شوية عدس وشوية هاي تمام هادي هتضل على مدار الاسبوع على مدار الاسبوع ليش لنحن قلنا النظام الاسبوع طيب هفطر شربة وتغدى شربة وتعش شربة انتو حرة ولكن ايش هنضيف معاها لازم نشرب يوميا ثلاثة لتر ميا غير الشوربة يجي اعبالي بالماغر لان الميا نعتبالها دوا تمام لان الميا بالذان في الشي تضروري جدا تمام اذا في عندي شربة في عندي ميا فواكه كله اللي بدكوا اياه بالاسبوع تاكل تفاح تاكل كلمانتينة تاكل بربجان تاكل كيوي ايش في كمان فواكه الفارسا مول بس تكون عجرة كل مكنات عجرة كل مكانوا السكر اقل كل مكانت مسوية اكتر كل مكان السكر اعلى تمام فأنا حكيت معلومة في عكس الأفوكادو الأفوكادو قلنا ما تكون جاسي نسبة السكر النشويات 70% لما يسوي 3% سبحان الله فبنجيبها إيش؟ مش مستوي كتير زائد قلنا كل الفواكه مسموحة بس فيه يعني ملاحظة إحنا لحظناها بس أنا مش عارف ليش اللي هو البومالي عارفينو؟ البومالي هادا لاجنها بزيد الوزن مش عارف ليش محاجش يسألني اللي مش عارف عشان هيش أنا زائد هالي لاجن البومالي بصراحة مش من ضمن هادا كملاحظة إحنا اللحظناها لما كنا نحط في بعض الأنظمة ندخل البومالي بشكل يومي لاجن الناس بالزيد الموز يوم بعد يوم ضروري كل يجد ما بدك مش مشكلة الآن الموز في الأسبوع هادا هنأكل موزة يوم بعد يوم ليش عشان نحافظ على البوتاسيوم مع أنه هيك هيك الشربة بتغني إذا فيعنا شربة فيعنا خضار وثواكه خدوا اللي بتكوية زائد اللبن يعني سواء أكلت لبن ثلاثة في المية أو اللبن نجلان عارفينه أرخص ماشي؟ أيوة قبل سبع شكل أو العشرة شكل هذا برضو أفضل من اللبن الثلاثة في المية ليش النسبة نسبة الدون أجل أي شركة نعم أي شركة نسبة الدون أجل وفي حموضة شوية عشان بكتيري النافعة طبعا خدي جد ما بدك ما في مشكلة حليب منزوع دسم موجودهن ممكن اشرب حليب زي ما بدك ممكن أحط على حليب نسكة اللي هو الكافي بلاك هذا البودرة ما في مشكلة عادي مع محل السيبي عادي كل المشروبات الساخنة مسموحة في خلال الأسبوع هذا إما بمحل أو بدون زي ما بدك محل السيبيا كمان هنضيف البيت إن شاء الله تاكل عشر بيضات بس هناخد صفار واحد يعني أنا ممكن أفطر بطين بصفار واحد ثلاث بيضات بصفار واحد مجرشة زعتر وخلاص أفطر ما فيش خبز خلصنا أنا في الأسبوع هذا الشوربة هي الأساس الفطول غداعشة زائد فواكه خضار ألبان حليب منزوع الدسم بيض بصفار واحد طبعا زعتر ما فيه مشكلة عادة ممكن دخله ضمن الموضوع هنمشي على الموضوع حادرة مدة أسبوع طبعا زائد شرب العشاب زي ماحنا هنمشي على الموضوع العشاب زي ماحنا هنمشي على الموضوع العشاب زي ماحنا والموزة قلنا هناخد موزة يوم بعد يوم طيب بعد أسبوع اللي بالتزم في هذا البرنامج ليس قد يضعف اللي بالتزم ليس أقل من تنتكينه ليس أقل من تنتكينه رسمي بس بشرط الالتزام يعني هذا البرنامج هو أصلاً برنامج أمريكي كانوا يعتمدون لبعض الحالات بس أنا عدلنا عليه عساس يكون يتناسب مع وضعنا لن أخذ السكر لا أخذ السكر لا أخذ السكر شوفي عاد شوفي عاد نحن الانتزام شوفي لا لا هذا معلومة مهمة لما أتضع السكر هل جيت الأستاذة بتقول أنه أنا لما تبعمشي على نظام الغزائي سكر أخفض أحمدك يا رب هذا اللي بدنا هي أصلاً ما هو أنا المضعف أنا بدي سكر ينزل وبيدي ضغط ينزل وبيدي نفسي تترتاح ما هو أنا بدي تخلص من الأمراض هل جيت إذا نزل السكر ما هو كمان مسوفش يعني بس تاني يوم لازم أبلغ الدكتور تبعي أقول له يا دكتور أنا عامل نظام سكر ينزل إذا سكر سبعين وبيأخذ دواء ما هو هسوف هجع حسناً عنده حارق سكر الناس يش بتعمل بتروح بتأكل سكر طب ووش استفادنا ما هننزيل لا أنا بدي سكر ينزل الدكتور طبعاً هيخفف لك الجرعة هيقول له خد نص حبة هيبدل لك الدواء ممكن نصل وعندنا يا جماعة مئات الحالات ومسجل عندنا موسطقة مئات الحالات من مرضى السكر كانوا بيأخذوا إنسولين لا يأخذوه ولا حب الدواء أو الدكتور بعض الأحيان بيكتبهم بجلوكوفاج كتنظيم بفضل الله سبحانه وتعالى عشان هيك عشان دائما بيقول حتى مرضى السكر إليه علاج ممكن للغزاء يكون علاج النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل دائم دواء عرفه ما نعرفه وجهله ما نجهله تمام؟ هيك البرنامج صارم شوية صعب إلا إذا أجعب لي ممكن أخذ لي أحبت شوكولاتة بس والأفضل ما أخذه ليش؟ ليش لأنه راح تعملك شيء لأنه البرنامج هو هيك يعني لا بروح يمين ولا شمال الآن في الأسبوع الثاني بعد ما تجونا هذا بالكتوجه بعد أسبوع اللي بدي يعمله الأسبوع هذا بدي أشوفه بعد أسبوع عشان إيش؟ الأسبوع الثاني من ماتوب الآن هنأخذه من بره ماتوب واسمه نظام الشربة تمام؟ هنأخذ الأسبوع هذا هنمشي على ماتوب أسبوع إن شاء الله بعد الأسبوع سأكون شوفتكم هتلاقوا بالفعل أنه الوزن نزل بعد هيك بنرجع للنظام تابعنا بألية جديدة إن شاء الله إن شاء الله في حد عنده أي سؤال على البرنامج لازم نشرب مية كوية يا جماعة شرب المية ضروري حتى في الشتاء لأنه المية بتسرع في عمية الحرن المية ضرورية في النظام لأنه لو أنا ما شبت مية ممكن أن يصير معي إمساك ممكن أن يصير عندي مشاكل جفاف البشرة كل هذا من قلة المية طبعا فيما أنا هم؟ مش مشكلة المهم إذا أنت مش بتقدري يعني ما هو أنا القصد وين يعني أنت توزني بعد أسبوع في جميع الأحوال لازم توزني بعد أسبوع عشان أنت تقولي لي الوضع كيف؟ صح ولا لا؟ طبعا إن آية هين الموجودة في الجلوب بدأ تنصح فكل الكلام اللي حكيته آية اعكسي العكس امشي العكس تمام؟ فعليت حال نتمنى لكم التوفيق مشاهدين العزاء وإن شاء الله نتمنى لكم الصحة الدائمة ونترككم الآن وإن شاء الله يومكم سعيد نكمل مع الحالات تبعتنا في رعاية الله